السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد ومعنا النهاردة فيتشر جديدة في ماجيك تولز جايين نتكلم عنها بالتفصيل مهمة جدا لأي حد عنده برودكت أو خدمة وعايز يسوأ لهم ممكن يستخدم الميزة دي الموجودة في كاب كات علشان تساعده ان هو يعمل سكريبت باستخدام الذكاء الاصطناعي ويحول السكريبت ده لفيديو نستخدم الفيتشر دي ازاي او نستخدم التول دي ازاي التول دي موجودة في الماجيك تولز فانت بتروح للاكات بتاعك على كاب كات على الويب انا هنا بستخدم الويب وحبتدي ان انا اروح لماجيك تولز ومن الماجيك تولز هتلاقي موجود في full business script to video هندوس على script to video وبعد كده هتبتدي تدوس على use AI writer طبعا انت هنا بيبديك select a topic and delete AI writer script for you يعني لو دست هنا هو نفس الموضوع هنا ممكن تحدد الحاجة اللي انت عايز تعمل السكريبت لها انا هختارها حاجة كوميرشيلز يعني انا عايز حاجة للماركيتنج فهدوس على كوميرشيلز ومن هنا تقدر تختار طبعا ابعاد الفيديو وهو هنا بيقول لك الابعاد دي مناسبة لايه؟ مناسبة لتيك توك لليوتيوب للانستجرام وعندك واحد لواحد انستجرام ولينكدن وفيسبوك او 16 لتسعة يوتيوب وفيسبوك فانت اختار الابعاد اللي انت شايفها مناسبة لك انا مثلا هختار 16 لتسعة هفطارد ان انا عايز اعمل اعلان على اليوتيوب لمنتج معين انا ببيعه وبعد كده هبتدي ان انا اختار ميل في ميل ستوري تيلر انرجيك طبعا انت هنا بتختار الشخص اللي هيتكلم انا لو هعمل الاعلان هنا باللغة الانجليزية هنجرب مع بعض العربي بالوقت ونشوف اخباره ايه ولكن مثلا انا هختار امريكان ميل لو انا مثلا بسوق لجمهور يعني بيفهم اللغة الانجليزية واللغة الانجليزية ناس كتير بتفهمها حتى لو اللغة بتاعتها مش لغة انجليزية بعضهم يعني ناس كتير جدا بتتعامل من خلالها فهنا انت هتبتدي تختار خلاص الستنج بتاعك واختارت انه هو كوميرشيال واول ما هتكتب او هتختار كوميرشيال حيقولك البرودكت نيم بتاعك اسمه ايه هنا ممكن مثلا نقوله موبايل كيس هنا المنتج بتاعي اسمه موبايل كيس او موبايل كيس مثلا انت بتبيع كيس للموبايلات وهنا او موبايل كيس خليها موبايل كيس البراند نيم مثلا حسنينها كده والسالينج البرودكت حكت لانه هو لو خوست فاريتز او ممكن اقول كالر فاريتز في تنوع في الالوان التارجت اوديانس مثلا بتوعي الشباب مثلا البرايس بتاعي مثلا ممكن اقول 5 دولار مثلا يعني اكزامبل بروموشن دي تيلز باي ثري كت وان ثري تمام بعد كده حبتذي اقوله continue بعد ما حكتب البرودكت نيم البراند نيم اسم البراند بتاعي السيلينج بوينت بتاعتي المواصفات لو كوست كالر ممكن 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 اقول ووتر بروف مثلا لو نزل عليه مايا ما بيتأثر شي التارجت اوديانس بتوعي الشباب جمهور المستهدف الشباب السعر 5 دولار العرض بتاعي باي 3 جيت 1 فري اشتري 3 وحصل على 1 مجانا وبعد كده حقوله continue حيبتدي جنوريت السكريبت حيبتدي ينتج السكريبت هنا بيقول لي if you are looking for a cheap and stylish way to protect your phone then this is perfect for you لو بتدور على حاجة رخيصة عشان تحمي التليفون بتاعك ده هيكون مناسب جيك واحد بقى حيطلع يقول I recently put this mobile case and it has been game changer for me انا لسه شاري واحد وكانت فرق معايا جدا واعطى لي بقى المواصفات بتاعته كده وهو بيتكلم get yours now and enjoy the protection style only this case offered هنا يعني ايه كأنه بيقولك سارع بعملية الشراء ما عجبكش اعمل regenerate مرة تانية يعني لو ما عجبكش السكريبت ده ممكن يعمل لك regenerate مرة تانية وبعد كده انا هنا هقوله use script انا عايزة استخدم السكريبت هنا بقى هبتدي ان انا اعمل ايه روح تحت في generate حدوس على السحم اللي اللي فوق ده فبيقولك هنا a speech will be generated based on the script with smart generation cup cut هي generate video with materials suitable for the script يعني هنا انت هتخلي cup cut يعني ايه يعمل هو الموضوع ده suitable للسكريبت انا هقوله custom generation مش عايزة اخلي ايه cup cut ايه عملهولي اا كله بناء عليه هو اوكي هنا هبتدي generating موضوع مش هياخد وقت كتير ولو انا عندي صور للمنتج نفسه هبتدي ان انا اضيفه هشوف كده cup cut هعمل معي ايه هنا الكاب cut عمالي generation لفيديو بتاعي هنا هبتدي ان انا استخدم my own media my own media اللي هو الميديا بتاعتي انا الصور بتاعتي انا لان اكيد المنتج مش منتج اللي هو عامله يعني انت لو عايز تعمل حاجة ودي ما انصحكش في ال commercial تعمل الموضوع ده تخليه هو اللي يعمله من ايه تو زي وحنجرب مع بعض الموضوع ده ومش هنضيف اي حاجة هنشوف مع بعض الكلام ده لكن حاجة commercial حاجة تجارية منتج او خدمة انت بتسوق لهم يبقى اكيد انت عندك الميديا بتاعتك صور المنتج بتاعك في الحالة دي انت بتبطي ترفع المنتج صور المنتج اللي انت عايز ترويجه انا رحت جبته صور كده من على بيكس باي الصور دي يعني ايه ملهاش حقوق ملكية فحبتدي ان انا مثلا ايه اخد الصور معلش انا جبته صورتين بقى اللي لقيته وحبتدي ان انا ايه احط بقى ايه الصور بتاعتي طبعا انت بقى بتكون مصور الحاجة بتاعتك كويس ويعني مشكلها كويس والكلام ده كله انت بقى بتزبط الكلام ده يعني ايه اكيد مش هتصور الصور اللي انا حطاها دي تمام انا هنا بقى حبتدي ان انا اعمل لها وازبطها والكلام ده كله دي المنظر ده كده وايه دي المنتج التاني اهو هبتدي ان انا ازبطه كده طبعا انت بتروح تجيب بقى صور مختلفة والجودة بتاعتها عالية وبتصور بشكل مختلف تماما عن اللي انا بعمله ده بس انا بوريك ازاي تعمل الكلام ده هنا هبتدي برضو ايه تمام فانت بتبتدي تحط الميديا بتاعتك زي ما انت شايف حطي لك الويس اوفر حطي لك البيكراوند ميوزيك زبط لك كل حاجة انت حتحط الميديا وفي الاخر خلص هتعمل اكسفورت وتبتدي ان انت ترفع بقى الموبايل بتاعك بعد ما تعمله اكسفورت على المنصة اللي انت عايز تروج من خلالها المنتج بتاعك ده في حالة لو انت عايز تستخدم حاجة تجارية عندك الصور بتاعتك بتاعت المنتجات بتاعتك سيا سيدي مش لازم الصور ممكن تكون خدمة انت بتقدمها برضو نفس الموضوع تقدر انك انت تستخدمه في الدعاية دي الحاجة اللي انت بتعملها بهذه الطريقة طب حاجة تانية بقى ممكن كمان استخدمه في ايه لو انا رحت دست على القلم ده السحر ده عندك موفيز اند تيفي جيمز موتيفشنال ستوريز انا هاختار موتيفشنال ستوريز هنا ممكن اكتب ايه العمل العلم هو طريق مثلا النجاح اكتب باللغة العربية كده ونجرب مع بعض المين اي دي هقوله تحفيز على التعلم والسعي دائما وعدم اليأس مثلا وبعد كده هقوله جينيريت هنشوف كده باللغة العربية هيديني نتيجة ولا لأ عطاني النتيجة باللغة الانجليزية يعني اللغة العربية مش سابورت الحد دلوقتي فهنا انا ممكن اعمل حاجة كويسة جدا ناخد الاسكريبت ده وحوله لللغة العربية اعمله ترانسليشن يعني وابتدي ان انا باستخدام الفويس اوفر اعمل حاجة باللغة العربية ولكن هو هنا حتى الان باللغة الانجليزية ممتاز جدا الناس اللي عايزة تعمل محتوى باللغة الانجليزية ففي الحالة دي تقدر تعمل الموضوع ده لدينا وردانسليشن شكرا لكي تكون هنا اليوم انا احضر لتشارك معكم موتيفاشنال ستوري ستوري وانكوريج احد مننا ستوري فوكس وهكذا اوكي هو كمان هيعمل لك الويس اوفر وهنا انا هاختار مثلا يكون المراضي يكون بريتش في ميل وهاختار المراضي انه هي تكون من من تستة شعر لتسعة ما فيش مشكلة وبعدين هبتدي اقول له جينيريت والمراضي هاختار سمارت جينيريشن اعمل لي بقى انت كله يعني من ايه تو زي اعمل لي كله حط لي الميديا وعمل لي كل حاجة عايز تعمل ايدت عليها ينفع تعمل ايدت عليها نشوف مع بعض الموضوع ده دلوقتي بعد ما يعمل لي جينيريشن هو هياخد الاسكريبت ده يحاول الويس اوفر ويجب لي ميديا ويعمل لي كل حاجة زي ما قلتلك ممكن تستفيد ازاي بكاب كات في الحطة دي ان انت تاخد الحاجة دي ويترجمها باللغة العربية وتعمل على الف نابس مثلا اسكريبت باللغة العربية وتستخدمه في عامل فيديوهات لكن زي ما انت شفت كده اديته بالعرب يعطاني بالانجليزي ايضا زي ما احنا شايفين اعطاني الصور الفويس اوفر الل Mill тебе Cheba �avat كل حاجة وبعد كده هابتدي ان انا اعمل إكسورت الجميل كمان انت talking Edit Script فامانت باشي ما استعمل ب Также وممكن كمان تعمل ايفت للفيديو وتعمل ايفت على الفيديو وممكن تعمله بحو هناك تعمله export harvest وحيّ تسمى harvest GTus presenting وده كان الماجيك تول بتاعتنا النهاردة وهي الجنريتس كراس اوفر اتمنى تكونوا استفدتم من معنومة النهاردة بنحاول نقدم لكم كل جديد ومفيد في تطبيقات وادوات الذكاء الاصطناعي اشوفهم على خير بإذن الله تعالى فيديو قادم وزيان بقولك في نهاية كل فيديو لو بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة فعل الجرس عشان يوصل لكل جديد ولو كنتم من متابعين الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته